هلو هلو and welcome لفيديو النهارضة النهارضة هنبني party venue او community lot بنياء في الاساس لا ينفع لي parties والحاجات الزي كده هو اساسا يعني in game في sims 4 ما فيش community lot او lot type اسمه party venue but يعني قعد تفكر يا ترى احطه اي احطه اي احطه اي كممكن احطه club او bar او كده وفي الاخر قررت احطه community center او sorry rick center recreational center لانه فيه community center بتاع eco lifestyle حاجات ال eco والمشعارفة اللي بيتغيروا بنصوت وبنغيرهم على حسب التصويت لكل حيو بتاع وبعدين فيه rick center او المركز الترفيهي اللي جاي مع pack growing together so yeah خليتوا rick center او مركز ترفيهي وفي الاساس يعني في بالي انه هو venue يكون عندي دايما venue او lot قاهز اثرو بارتي فيه احط فيه بارتي باي شكل وكنت حطه يعني وفي بالي انه ينفع لي مثلا birthday party للطفل او تين او كده yeah also also يعني دمجة فيه كذا فكرة ما بعض ده كان زي shell challenge او تحدي بناء هيكل كانت عمله شوق ما يمعد واحدة من community معنا كانوا منزلين او كانت عمله يعني الشل او الهيكل دوت وينو كل واحد ياخد الهيكل ويبني الشكل اللي هو عاوزه already شفت يعني بناءكو في التحدي دوت او يعني مشاركتكو في الشل challenge دوت شفتو في واحد من الفيديوز اللي بتفرق فيه على ابداعاتكو بتاع حطولكو في الوصف اللي عوزين ترجعوا تشوفو وانا بتفرق على شغلكو بات يا الدنيا معكوسة شوي النهاردة الاول بشوف الاول شفت مشاركتكو وبعدين بنزل انا مشاركتي في الشل challenge بات يا عشان كده ما شوفتونيش وانا بابني الهيكل في البداية والردي اخدت الهيكل جاهز thank you شوق I mean thank you على انك ساعتيني اني مش ابني الهيكل بات مش thank you على الهيكل الشكل الغريب no 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 thank you على كل حاجة thank you thank you but yeah حاولت ان اعمله بشكل مختلف شويتين يعني بالعادة لما بشوف هيكر ولا بتاع بعمل بيت بحس البيت اصحر حاجة في الحياة but you know what maybe اعمل community lot حاجة مختلفة انادر اوي مرة مرة قليل لما بأعمل community lots in game فيا قررت انه you know what let me do some community lot في الحياة كان برضو نفسي اعمل الدور الفوق مفتوح بس زي ما انتو شايفين كان في القصة السقف لما بيبقى بعين من قوة مشكلة كتير غبية صراحة بتخرب الشكل بالمرة فلازم نقف الغرف عشان يختفي السقف من قوة فيا ما قدرتش اعمله مفتوح but i think النتيجة النهائية كتير كتير عقابتني so الدور التحت كان زي dance space actually المنطقة الميلة عملتها هي منطقة الدنس وبعدين حطيت بار وحطيت تربزات وكراسي وحطيت حمامات وحطيت غرفة للتصوير سوحطيت فيها البوث بتاع التصوير اللي قاي مع high school years وزي كانبة يعدوا يستنوا اللي بيتصور بعدين الدور الفوق حطيت فيه غرفة زي مكتبة مكتبات في كل مكان وبرضو زي كراسي يقرأ وحطيت فيها غرفة زي activities وميوزيك وحاجات زي كده وفي بلكونة برضو حطينا فيها بتاعة الكوردز بتاعة البوزلز من وره في الباكيارد حطينا خلوني افتكر حطينا ايه لان البيت ده او البناء ده بنية من زمان بنية on stream اكشري سو لو عاوزين تشوفوا خطوات البناء كاملة من غير ما يتسرع من غير ما يتقطع منه حاجة اكشري ما قطعتش منه حاجة سو فقط متسرع هحطو لكم link الفود بتاع stream في الوصف ارجعوا شوفوا لو عاوزين تشوفوا in real time وانا بدرت شمع تشات والكلام ده كله طبعا thank you اللي كانوا موجودين وبيدوني افكار وكذا بات يا الباكيارد حطينا فيها زي جيم صغير لانه كان واحد من المتطلبات اللي لازم احطها عشان بتاع ريج سنتر كان لازم احط جيم كان لازم احط البازل تايبولز يعني شوية حاجات كده لازم احطها عشان كده حطيت حاجات معينة I think برضو الميوزيك روم لانه كان مطلوب زي musical instruments او الات موسيقية على ما افتكر عشان كده حطيت ميوزيك روم بتي احطت لهم وراء جيم صغير وشوية ارعب الاطفال مش ركرا حطينا مسبح ولا لا I don't think اني حطيز مسبح في المبنة ده but yeah طبعا التسئيف شكل السقف بتاع البناء كان متعب شويتين لان تحدي الهيكل او بناء الهيكل بيكون ما ينفعش نضيف رومز اضافية من بره او قدران او نغير شكل الهيكل من بره بأي شكل من الاشكال ممكن نعمل توزيعة الغرف الداخلية براحتنا نضيف قدران رومز اي حاجة بس من بره من غير شكل الهيكل فيا كنا محدودين بالشكل فالروف شويت عبني بات بصراحة يعني صراحة افتكر ايام ما كنت بنيته كنت شفت كم من صورة لبناءات وحاجات in real life الواقع يعني واخدت منهم شوية افكار وقررت اني ادمج بين الروف اللي هو المسطح خالص الفلات ولا هو بيقيقي زي المثلث اي تيك الشكل ده بيبقى بيديك لمحة من المادرن على لمحة من الترديشنال بس في نفس الوقت لانه مش شدة الايفز بتاعت الروف المثلث سو برضو شكله مادرن ايه النتيجة كتير كتير عقبتني كمان البالكون اللي حطناها I think is so beautiful شكل البناء من برا and yeah كمان حبيت الالوان اللي استخدمناها استخدمنا الوان اخضر واستخدمنا زي زي اسمه اسمنت او حاجة القدار اللي هو الجزء المايل اللي طالع يا حبيت استخدمه حاجات ايرثي الوان ايرثي والوان هدية والوان طبيعية مع لمحة المادرن اللي فيه فام دي مرة حبيت وصراحة والبناء نفسه من قوة طبعا لانه انا كنت حطاها لأساس انه يبقى party venue فكنت عاوز استخدم الوان وحاجات اوص كت بتاعت الparty كت لست نزلة جديد وكنت فرحانة بيها وعاوز استخدمها وبتاعة ده برضو واحد من الاسباب اللي خلتني ابني وحط في بالي نهو party venue يعني كان في اسباب كتيرة خلتني اعمل party venue لصلا انا عاوز يبقى عندي مكان مثلا في سلسلة سوبر سيم روز البنت الشايلد قريبا مش قريبا اوي يعني قريبا نوعا ما هنحتاج نعمل لها birthday party لانه تكبر تبعتين فيا حبيت يكون عندي مكان لانه بالعادة دايما بعمل party وكده في بيتهم فحس انه عاوزين نغير نطلع مكان يكون متجهز يتعمل فيه party وكده فده واحد من الاسباب السبب التاني انه ال kid بتاعت ال party كانت لسه نزلة جديد وعاوز استخدمها والسبب التالت انه كنت عاوزة ابني community لا تحديدا ما كنتش عاوزة اعمل بيت عشان نغير يعني عن اللي بنعمله بالعادة so تلت اسباب اجتمع وخلوني اوصل للنتيجة دايات باتي طبعا زي منتو شايفين اخترت الوان مقنونة الوان too much لانه كنت عاوزة برضو يديني فيب انه party اطفال party teen حتى للاطفال slash teen slash للعيلة فكنت عاوزة يبقى فن وcolorful وبرضه عشان اخرج عن العادة لانه بحس دايما اني بستخدم الوان حيادية وكده فقلت ينو let me just have fun وحط الوان but my chat كانوا مش عقبهم النظام وعملوا يقولوا لي no الوان كتيرة ليه الارض زرقى ليه في الوان في كل مكان ليه مش عارف ايه وفي الاخر اصريت على الرأي بكوز البناء انا اللي ببني excuse me but hopefully hopefully وانتو بتشوفوا دلوقتي حتى اللي مكنش عقبوا في البداية hopefully يكون عقبكم دلوقتي النتيجة النهائية انياس دلوقتي بنعمل الحمامات كنت استخدم اللي هي الحمامات الجهزة اللي جاية مع high school years ولا ومش فكرة كدقية مع high school years ولا مع university pack بس المقاس مظبطش صراحة and again ماينفعش اغير الهيكل ماينفعش مثلا اشد القدار لبرا شويتين واكبر الغرفة بكوز ماينفعش اغير لشكل الهيكل فقررت اني ابني اكشري انا حمامات اربع حمامات واحط في كل واحد تويرت واحط باب ثلاثة حوض برا نبتة زي تراشكان صغيرة شوية بتاع المناديل وبتاع الصابون او بتاع التكفيف الايد اي ان يكن يعني نستخدم خيلنا ونتخيل وتفر احنا عالزينه حمامات دايما سمبل سواء كنت في الكميونيتي او في البيوت او كده وبنعمل دلوقتي الروم اللي فيها البوث بتاع التصوير سو البوث بتاع التصوير جاي مع هاي سكول ييرز باك سو يعني بيدخلوا فيه السيمز بياخدوا كم صورة بيطلعوا اللي هي الصور الصغيرة بتيجي في الشريط طويل زي كده يعني عارفين انتو نظام الفوتو بوث وحطت لهم كنبات على اساس لو قايين من الاصحاب او قايين بعد برام او بعد سكول او بعد الاختبار او البقية يستنون برا على الكنبات برضو يعني كنت حطة في حسباني فلاور سو سلسلة سوبر سيم فيها معايا تو جيرليز البطلة اميرة عندها بنتين فلاور وروز فدايما بفكر دايما بفكر في السيمز بتوعي وانا بعمل الحاجات فكنت عادة بفكر انه او لو عاوز اعمل بيرتلي بارتي لروز عاوز ابني لها بناء يكون نعمل فيه البارتي لو عاوز اتهانج اوت في مكان فن وكيوت تيجي هنا وتتصور ومش عارف فيا كنت بفكر فيهم وانا ببني البناء ودلوقتي بنشتغل على المكتبة طبعا استخدمنا المكتبات اللي فيها سلم اللي كانت معا الكريستلز نسية اسمها دلوقتي بايت يعني كانت برضو جديدة نوعا ما وما استخدمتهاش too much ما زال لحد دلوقتي ما استخدمتهاش too much بنيت بيها يمكن مرة ومرتين بالكتير and يس كانت من المتطلبات ان احنا نستخدم البوزلز الترابيزات بتاعت البوزلز I don't know جيجسا والحقات ديت فكانت ما growing together pack فيا برضو استخدمنا تقريبا حطينا واحدة منهم على البلكونة او مش فكرة حطيت في المكان but دلوقتي بنعمل الجيم الصغير لبرة حرست اني احط اكتيفتيز برضو للاطفال والتادلرز again لانه كان في بالي انه ده فينيو عائلي سو ممكن العيلة كلها يقوي يقضوا يوم هنا الاطفال يلعبوا الاب والام يشربوا عصير وحقات في البر and التينز برضو ممكن يستخدموا الميوزيك روم ممكن ياخدوا صور ممكن يقرأوا you know اكتيفتيز للعائلة بشكل عام also فيه kitchen في الدور الفوق كنت هعمل حمامات اضافية لانه again اضطريت اني اقفل المكان فوق بغرف عشان قصة الروف اللي كان مخترق القدران وظاهر في نص الغرف فاضطريت اقفلهم غرف فكنت قاعدة بفكر انه اوكي الغرفة الصغيرة دي ممكن نعملها حمامات حمامات اضافية فوق وبعدين فكرت انه wait a minute الحمامات اضافية مش هتكون حقا ذاته فائدة كبيرة ومش عارف ايه فقررت اني اعمل kitchen because لو هنعمل party ونسينا نجيب كيكة من البيت ممكن نطبخ الكيكة بتاعتنا هنا انيس بقول نطبخ مش نبك مش نخبز لانه في skill الطبخ ممكن نطبخ كيكة غير الكيكات التانية اللي بنعملها في baking skill او مهارة الخبز ممكن نطبخ هنا لو حبين ممكن نعمل snacks ممكن نعمل whatever اي 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 حطيت واحد من المش مش عارف احطيت did اي حطيت ice cream machine او كده اي 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 احط ice cream machine لو اعملهم معاك دلوقتي بعد ما يغرص الفوتج المتسرعة هدخل actually in game وفرقك عليه in game يعني وعاوز اعمل كم تغيير اخير هو انا قرر دير رفعته على الجالري بعد ما خلصت بناءه على طول on stream so التعديلات اللي هنعملها لو هتنزل اللط وعاوزين تعملوا التعديلات هذيك تعملوها بنفسكم بدلا ما ارفع منه نسختين ويبقى فيه نسختين منه على الجالري والناس يستغربوا طب الفرق بنده وده I don't know maybe just هقول لكو عالتعديلات هتشوفوني اساسا وانا بعمل هدل الوقت ومش ضروري نرفع نسختان يا على الجالري because I don't know ياسوب نزبط الاضاءات دلوقتي خلصت ورفعت فيه كم من حاجة مش ضبطة وها ضبطة دلوقتي معاكو زي ما قلتلكو but خلصت البناء في قعدة واحدة I think ده تاني بناء تقريبا خلص في قعدة واحدة مرة قبل كده برضو عملت معكو بيت كان صغير يعني بس برضو خلصت في قعدة واحدة I was so freaking happy ان خلصت بناء كامل في you know one stream but yeah عملنا كل الاضاءات I think برت صبغت يس صبغت السقف and yeah عملت landscape just بناء كامل بكل تفاصيل وخلصت في قعدة واحدة طبعا بنسبة الكتير منكو ده مش انجاز ودي حاجة طبيعية جدا ودي حاجة عادية جدا but for me ده يعتبر انجاز كبير عظيم ورهيب yeah ودلوقتي بنشتغل على غرفة الميوزيك وبنحط لمسات اخيرة في المكان I think حطيت يس حطيت اللي هي الصورة الكبيرة اللي كانت في عالم الهاي سكول على اللات بتاع البوباتي والثريفتي ستور عليه الرسمة الفضيعة دي و اكشل الفكرة دي كتهم من حد من كو انشات حد اللي اقترح علي احطها وبصراحة كتير عقبني شكلها حطت لهم برضو كم بنشز برا في الباكيارد على اساس لو الاطفال بيلعبوا ممكن الاب والام يعدوا يتفرقوا عليهم ويصدروهم وهم بيلعبوا والكلام ده كله وتقريبا دلوقتي كده خلصت البناء ذات نفسه بنعمل شوية من الانسكيب الانسكيب كنت حاب يكون فتقريبا حطيت شوية بوشز وشوية تورين بينت اي دون تيك ان حطيت ورد ولا شقر ولا كده اوصو بنبنيه في عالم او ماي جاد اسمها سامي شونو ولا ويندمبرغ تقريبا ويندمبرغ المكان المكان المادرن الحي المادرن في ويندمبرغ ايات اول مرة ابني في الحي ده مع انه كتير بيوتيفول زي ما انتوا شايفين المكان يفتح النفس على المية وكده المتسرعة خلصت سو خلونا ننتقل انجيم سو بنيتوا في المكان ده في ويندمبرغ مكان النايت كلب اللي هنا وزي ما قلتلكوا هتلاقوه على الجالري مرفوع already اسمي على الجالري دي online اسم هتلاقوه برضو مكتوب في وصف الفيديو رو عايزين تنسخوه هو نفس الات بتاع حسابي على يوتيوب برضو وعيد خلينا ونعمل شوية التعديلات اللي عاوز اعملها الفكرة دلوقتي انه الجيم شايفة انه ده مقدمة اللوت اول ما يقول مكان ده يهيب ومقودين هنا وتنعمل المدخل من هنا whatever I do not care ده شكل البيت من برة مش بيت اللوت الكوميونيتي اللوت very very cute الساين هنا والساين هنا زي ما انتو شايفين لانسكيب very simple جست شوية عشاب خضرة في المكان وخلاص من وراء الباكيارد فيه العاب للأطفال فيه جيم صغير تراش كينز وبينش فيه هنا puzzle table اضافية اول ما ندخل هندخل على طول على منطقة الpart ازا نفسها حطيت هنا طربيزة وشوية حاجات وشبس ومش عارف اي وعصير وفيه سبيكر دي منطقة dancing this one actually dance floor but في live mode بتختفي الاطار الرمادي ده بيختفي تماما بلالين في كل مكان ودسكو بول وإضاءات وحاجات I love برضو قصة التربيزات كل واحدة لون very cute عن جد دي منطقة الbar الحاجة اللي نسيت حطها نسيت حط كراسي على الbar so دي حاجة من الحاجات اللي هنعملها دلوقتي but you know بلالين في كل مكان دي غرفة التصوير very very cute دي الحمامات نطلع لفوق في اثنين puzzle table إضافيين دي غرفة music وفي هنا puzzle table كمان I don't think إني حطيت chess I think إني كتفيت بال puzzle tables everywhere but ممكن تبدروهم يعني بال chess tables عادة قدا ودي المكتبة وده الكتشن وحطيت كافي بس ما حطيتش ice cream I think ice cream في المكان ده هيطلع amazing I'm gonna put it straight here وهيضل عندهم counter فاضي ممكن يطبخوا عليها أو كده الباش تزول من cool kitchen stuff back I think هيبقوا perfect للبناء ده لأنه فيهم ألوانات كتيرة نمشي عن نفس theme you know الألوان في كل مكان cute وبالتالي maybe نعمل الطربي زدي just a tad bit زي كده حقا كمان كنت عاوز عملها أغير اللون بتاع دي أنا أنا اخترتها من الكاتالوج وحطتها ومنسيت تماما اللي ممكن أغير ألوانها I'm thinking maybe نحط اللون ده على أساس يتماشى مع الدنيا والحيا أو حتى this one من عاقبني أكتر يا ترى يا هل ترى I think الساين البيضاء عاقباني أكتر وصو إضاءتها بالليل بتطلع beautiful وكمان كنت عاوز أحط lot rate للمكان I think لو عملنا party place هيطلع perfect وممكن بردو نحط teen neighborhood على أساس يبقى في teens حوالينا في العالم كتير ونقابلهم ونتعرف عليهم وكذا so حاليا هو معمول Rick Center ومستوفي كل المتطلبات أعتقد لو حطنا bar أو البار هيبقى طالب television أوكي I think ممكن نحط TV في مكان ما ماذا لو حطنا هنا ورا البار I think هيبقى عشان هم قاعدين ومش عارف أي يتفرقوا that's cute وبرضو هستخدم اللي هو فيه الإضاءة البلو ولا this one فيها blue بنفسك yeah that's fun so ممكن يبقى bar أو لو حطينا مايكروفون في أي مكان ممكن يبقى lounge I don't know ممكن نحط المايكروفين I don't know حد بيضقي كلمة ولا بيغني ولا أي حاجة عاوز أنه ينفع يتحط كذا lot type you know لأنه حسن هو mix بين كذا حاجة فخليني make sure أنه ينفع لكذا حاجة night club yeah ينفع night club perfect وطبعا ينفع rick center اللي هو الأساسي اللي أنا بنيته بي أصلا يعني I freaking love lot هيبقى perfection لحقات كتير وأنواع parties كتير وhang out مختلفة كتير هوفري يكون برضو أنتو عقبكو again هتلاقوه على الجالري لو عاوزين تاخدوه وعملوا فيه شوية التغييرات اللي عملتها ديات لو عاوزين تستخدموه as a lounge أو bar أو أي حاجة تانية يعني yeah هوفري تكون استمتعتوا بفيديو النهاردة هوفري تكونوا مبسطوا سوش تعملوا like share subscribe and all that ونشوف كل مرقين إن شاء الله